اشهد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الاعلام بالدعم اللامحدود من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى يده الله وحكومته الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لنشر ثقافة رياضة للجميع في مجتمع صحي مستدام وتطوير الحركة الرياضية والشبابية ومواصلة انجازاتها على الخارطة العالمية واعرب سعادة الوزير بمناسبة الاحتفال باليوم الرياضي البحريني في نسخته السادسة عن شكره وتقديره لجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية ودعمهما لانجاح هذا الحدث الرياضي الوطني وتحفيز المواطنين والمقيمين على ممارسة الانشطة الرياضية وتنمية قدراتهم البدنية ومهاراتهم الفنية والإبداعية في أجواء تنافسية حضارية وأشار سعادته إلى اعتزازه بمشاركة موظفي وزارة شؤون الأعلام في اليوم الوطني الرياضي مع الالتزام بتوجيهات جهاز الخدمة المدنية بشأن اعتماد نصف يوم عمل وإقامة الانشطة الرياضية والفعاليات الترفيهية والتثقيفية المناسبة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والحرص على التباعد الاجتماعي بما يضمن الصحة والسلامة للجميع وأكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الأعلام حرص الوزارة على توظيف قدراتها التلفزيونية أو قنواتها التلفزيونية والإذاعية ومنصاتها الأخبارية والرقمية في نقل الفعاليات الرياضية من مختلف الأندية والمراكز الرياضية والشبابية وتغطية أنشطة الوزارات والمحافظات والمؤسسات المختلفة ونشر التثقيف بأهمية هذا الحدث الرياضي الوطني وغايته السامية في إبراز دور الرياضة وأثرها الإيجابي على الصحة البدنية والنفسية وتحفيز العمل والإنتاجية وتعميق قيم الولاء والانتماء الوطني والمشاركة الفاعلة في المسيرة التنموية الشاملة لصاحب الجلالة الملك المفدى الداعم الأول للإنجازات الرياضية والشبابية ترجمة نانسي قنقر